السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة هي طبيعية مجربة مضمونة مئة بالمئة إن شاء الله هي وصفة لطبيع البشرة باستخدام مكونات جد بسيطة وسهلة فضلا وليس أمرا إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناتي لا تنسوا الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك مع تفعيل الجرس لكي يصلكم جميع فيديوهاتي فور نزولها إن شاء الله والآن على بركة الله نمر للمكونات فأول مكون لدينا في هذه الوصفة هو الحليب المجفف فالحليب المجفف له عدة فوائد على البشرة فهو يعالج مشكل جفاف البشرة كذلك يبيض البشرة ويزيل البقعة الداكنة والتصبغات وأيضا الخلايا الميتة والمكون الثاني الذي سوف نحتاج إليه هو عصير الطماطم فعصير الطماطم مفتح ومبيض للبشرة خصوصا البشرة الجافة وذلك لاحتوائه على عدة مكونات مغدية لبشرة الواجه تعمل على توحيد البشرة من أول استخدام والمكون الثالث هو دقيق الدراء أو نشاء الدراء أو ما يسمى كذلك بالميزنة فهو كذلك جد مفيد وفعال في توحيد لو البشرة وذلك لاحتوائه على مكونات مبيضة للبشرة أما بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة هنا لدينا عصير الطماطم نضيف هنا مقدار ملعقة صغيرة من الحليب المجفف أو حليب بودرة إلى عصير الطماطم ثم نضيف كذلك نفس المقدار من نشاء الدراء أي ملعقة صغيرة من نشاء الدراء ونمزج هذه المكونات جيدا حتى تتمازج مع بعضها البعض ثم نقوم بتطبيق الوصفة على بشرة نظيفة أي يجب دائما أقولها وأكررها عند وضع أي وصفة طبيعية يجب أن نقوم بغلط البشر بالماء الدافئ والصابون وذلك لإزالة الأوساخ والخلايا الميتة التي تكون على بشرة الوجه ثم بعد ذلك نطبق الوصفة على البشرة لكي تعطينا المفعول في أسرع وقت بين لون الوجه ولون العنق نترك هذه الوصفة تقريبا 30 دقيقة أي حتى تتشرب لنا البشرة مكونات الوصفة ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد وفي الأخير دائما يستحسن رش الوجه بماء الورد أو تمرير مكعبات من التلج وذلك لشط البشرة وحمايتها من التجاعد والترهولات وفي الأخير يجب الترطيب دائما يجب أن تكون بشرة الوجه مرتبة بزيت أو كريم من الكريمات التي تناسب بشرتكم تداومون على هذه الوصفة كل يوم ولا تنسوا كذلك وضع واق الشمس عند الخروج لحماية البشرة من الحروق التي تسببها الشمس إذن مع مداومتكم على هذه الوصفة والأخذ بهذه النصائح سوف تحصلون على نتائج جد مبهرة في خلال أسبوع واحد فقط إذن كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن تنال أعجابكم ولا تنسوا أحبائي مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ونلتقي في فيديو جديد مع وصفة جديدة إن شاء الله